حقصا مننا على تطوير وتعزيز العلاقة بين الهيئة ومتعامليها فنطلق برنامج قيادات في خدمتكم وهو لقاء مفتوح بين كافة القيادات الهيئة والمتعاملين من خلال يوم يخصص وهذا اليوم راح يكون يوم الأربعة من كل أسبوع راح يكون أحد المسؤولين في الهيئة للغد على استفسارات وآراء ومقترحات المتعاملين مع الهيئة وإن شاء الله راح ينطلق هذا البرنامج من الأربعة القادمة إن شاء الله ويكون بشكل أسبوعي وبشكل منتظر ترخيص الأطباء وترخيص المهنيين والممرضين ليس له علاقة بتوفر الفرص الوظيفية ترخيص هو أحدى المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة فترة الترخيص أيضا هناك فترة زمنية تحددها يحددها النظام عملية فرص التوظف سواء كانت في الهيئة أو في القطاع الحكومي بشكل عام أو في القطاع الخاص هذا تعود إلى طبيعة المؤسسات واحتياجاتها بتلك الفترة من الوظائف المطلوبة فنحن نأكد على أهمية وجود ترخيص الأطباء وهي وفق القانون يجب أن يكون يحصل عليه الشخص ويكون مستوفيه بشكل دائم أطلقنا الصيدلية الذكية وإن شاء الله ستستكمل قبل نهاية هذا العام في كل مستشفيات الهيئة وهذه الصيدلية ستكون ترتبط بنظام سلامه وينظم صرف الدواء ويقلل أيضا من إهداره وإن شاء الله ستستكمل هذه المرحلة نتوقعها قبل نهاية هذا العام إن شاء الله عندنا خطط لتطوير العلاج الطبيعي بشكل كامل ومن ضمنها مركز ورح يخضع أيضا مركز دبي لإدارة العلاج الطبيعي أحد هذه المراكز وإن شاء الله رح يكون فتخة الدواء فيه فترة صباحية وفترة مسائية ورح يرى النور إن شاء الله هذا المشروع أيضا خلال الفترة القادمة استوفينا من الدراسات المطلوبة خلال الفترة السابقة وإن شاء الله مركز رح يشهد إن شاء الله سواء في الخدمات أو في الإجراءات يعني فلسفة مختلفة والخدمات رح تلاقي إن شاء الله نقلة نوعية جيدة خلال الفترة القادمة في هناك خطة استراتيجية لأصحاب الهمم هذه الاستراتيجية تم أقرارها من حكومة دبي وهناك من مجلس التنفيذي وهناك في لجنة عليا لمتابعة استراتيجية أصحاب الهمم برأسة سمو الشيخ مصور بن محمد ولجنة تجتمع بانتظام وتشارك فيها كل الجهات الحكومية اللي لها علاقة وأعتقد إن شاء الله لهذه الحالة أو فيما يتعلق بالبرامج الصحية لأصحاب الهمم رح يكون فيه متابعات وتقارير دورية عن مسار الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهيئة الصحة وأعتقد حتى التقارير الطبية وتوفير الخدمات العلاجية أيضا من ضمن الاستراتيجية اللازمة لهذا الموضوع هذا الموضوع اليوم يحظى بعناية واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يعني نايب ريستور رئيس مجلسة وزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي وعلى أضوء تم قار هذه الاستراتيجية وهناك أيضا فيه خطط يعني أوبرامج ليس فقط من هيئة الصحة بل من كل دوائر حكومة دبي هناك إن شاء الله رح يكون فيه نظام بالترقيات للأطباء والكادر الطبي في الفترة الماضية حرصنا أن يكون ندفع بمجموعة كبيرة من الترقيات والتعديلات اللي طالت الحقيقة أعداد كبيرة أعداد بالآلاف قد تكون بين الطاقم الطبي والطاقم التمريضي وأيضا للطاقم الفني أكن النظام الجديد رح يكون فيه كثير من الموضوعية والمهنية واللي حدد المسارات أيضا لأن هناك حدد المسارات وأعتقد ونحن النظام أيضا نستعنى بكبرى بيوت الخبرات العالمية وشفنا أيضا المقارنات اللي موجودة أقليميا ودوليا لتتبع هذه المسارات وإن شاء الله يعني حريصين على توفير بيئة يعني يسودها الرضا الوظيفي يسودها أيضا الإبداع يسودها التطور وأيضا النجاح ومسار النجاح يجب أن يكون لنظام يعني جيد في موضوع التحفيز والتقدير وأعتقد أن الترقيات هي أحدى الوسائل والأساليب اللازمة لوجود هذه البيئة زراعة الأعضاء طبعا بعد صدور القانون وصدور أيضا التنظيمة إن شاء الله هناك في مبادرات للهيئة اللي إن شاء بعض المراكز التخصصية وهذه أيضا هذه المراكز التخصصية راح تساعدنا يعني لتوفير هذا العلاج محليا وأيضا لتخفيف الأعباء عن الناس وعن الأسر أيضا والعلاج في الخارج فإن شاء الله راح نشهد حالات كثيرة يتم توفير العلاج محليا خلال فترة المقبلة إن شاء الله في خطط مستقبلية مع القطاع الخاص ومع المستشفيات الخاصة لاستقطاب مواطنيين العمل لديها وأعتقد إن شاء الله هذا هناك راح يكون مشروع متكامل لتوطين الوظائف والمهن مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعلى راسهم وزارة الموارد البشرية والتوطين وأعتقد أن اليوم أصبح خريجينا هم المواطنين من الكفاءات المميزة التي نتأمل أنهم يشاركون في تطوير القطاع الصحي ليس فقط في القطاع الحكومي بل في القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملون بصورة كاملية موسيقى موسيقى نعم أنتي تعتبر una جهز embarrassing موسيقى طروا وطروا موسيقى أكبر أعطاض على موسيقى مع من كل مؤسسات والمؤسسات في الاولياء ومن ثم بعض الوحيدات ونحن نحن لدينا أيضاً مؤسسات الوحيدات في المستقبل لدينا مراكز رعاية صحية مراكز مميزة وهناك بعض الحقيقة يعني يستقبل يومياً بحدود 800 مراجع بعض المراكز يعني أصبحت عدد المراجعين فوق الحقيقة الطاقة الاستيعابية للناس وهذه الحقيقة التعديلات قد تكون يعني مؤقتة كما هو في مركز المزهر وأعتقد أن أيضاً عندنا مراكز نحاول نحن يعني نزيد عدد ساعات العمل فيها فعندنا مراكز تعمل بنظام 24 ساعة وهناك أيضاً سوف يتم أيضاً إضافة بعض المراكز لنظام 24 ساعة خلال الخريجين يعني مثل ما أكدت أنا في سؤال سابق الترخيص هو مطلب أساسي للأطباء والمهنيين موضوع التوظيف الحقيقة يخضع لسياسة المؤسسة سواء هيئة أو قطاع خاص أو مستشفيات حكومية أخرى وأيضاً على حسب الحاجة التي تتوفر لها تتوفر سواء في الهيئة أو في المستشفيات الخاصة هذا الحقيقة الهيئة اليوم ما تقدر يعني تحدد ولا تقول أن كل خريج أنك أنت عليك أنك أنت يعني تستوعبه أو توطفه تستوعبه وفق خططك السنوية وفق برامجك السنوية ولكن الهيئة التي تقدر تعدده أن كل الأطباء وكل المهنيين عليهم أنهم يحصلون على ترخيص دائم يعني لمزاولة المهني هناك فريق عمل لإعداد الدراسات والخطط والاستعدادات اللازمة لإكسبوع 2020 عندنا فريق زار المعرض ميلان قبل فترة وإن شاء الله بعت في فريق راح يزور أيضاً معرض أستانة خلال الفترة الحالية وهناك فريق مخصص لإعداد الاستعدادات اللازمة لإكسبوع 2020 والخطة والهيئة لديها كثير من المبادرات فيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية في الهيئة وهناك الحقيقة مشروعات إنشائية كبيرة يعني مشروعات إنشائية كثيرة للهيئة سواء وهذه المشروعات الإنشائية راح توفر خدمات سواء كانت للمقيمين أو الزائرين ورح تساعدنا أيضاً يعني في توفير الخدمات الصحية والطبية اللي نسعى لها اليوم مثل ما ذكرتنا اليوم نظام سلامة راح يطلق الحين بين العيادات الطبية خلال شهر أغسطس ورح هذا النظام راح يوفر الحقيقة يلقي كل الأشياء هذه ووفر البيانات كلها لأنه راح يكون في ملف واحد راح يطلق خلال الحسابيع القادمة مشروع برنامج سالم وهذا البرنامج سالم راح يوفر الخدمة كله أونلاين إن شاء الله خلال فترة وجيزة ويكون من البرامج المتقدمة عالمياً في الميديكال فتنس شهر كم هذا كان زيد عملت هذا العمل شهر كم 14 شهر الماضي وأنت مقيم في دبي لأن حسب قانون التأمين الصحي ونظام التأمين الصحي أن كل المؤمنين في إمارة دبي يجب يكون يعني يعصلون على التأمين الصحي أو يجب التأمين الصحي عندهم الزامي بشكل عام إذا كان كل على كل المنشآت وأعتقد أن التأمين الصحي هو يعني هو الحقيقة اللي يعني راح الحل الأساسي لهذا الموضوع وحتى لو كانت اليوم بعض الأحيان المطالبات للمستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة بالنسبة للتأمين الصحي هو اللي راح يكون الفاصل الأساسي بهذا الموضوع لكن حالتك أنت اللي مريت فيها وحكم أنك قدمت الشكوى إن شاء الله راح ننظر لها ونشوف ليش المستشفى عطاك أيضاً تسعيره لأن المستشفيات كل تسعيرتها ثابتة ومقررة من الدوائر الرسمية في الإمارة وبالتالي يعني يجب أن إذا كان فيه خطأ يجب أن يسترجع لك المبلغ مثل التحقيق الشامل ليش صارت أو مريت أنت في المرحلة هذه اللي مريت فيها فإن شاء الله يعني راح ننظر لها إن شاء الله ورح نتواصلوا إياك عما قريب إن شاء الله ونعتدر لك عن أي شيء عدد إن شاء الله وعليكم السلامة ألا وسهلا ماشي مع ذلك آه لا وسهلا فضلي فضلي الله يحفظ أنا أقولي التفتار يتبدون المبارسة بيرقزوا ليش مريض منهم فضل منهم بضافة عادة وقلتنا والله الموضوع لهم نقل بضافة ميزين عليهم رابطوا سؤالهم لا إن شاء الله هذا الموضوع التواميه تعلق بأبناء المواطنات إن شاء الله خلال الفترة يعني لنضغل بعناية وبرعاية خاصة وهناك توشيهات من الطيادة دينا بالنظر لهذا الموضوع وتوفير العلاج لأبناء المواطنات وإن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله راح يفتعل أيضا نظام سعادة لهذه الفئة في الـ الله يلا شكرا في القصة يا محمد سيد البطرة القادمة أكبر شكلي أنتم وقوموا بإمكانكم دائما مميزا الله يلا شكرا ألو 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 وعليكم السلام أهلا وسهلا معك الله عليكم في القطاني إيه تفضل تفضل الله يفضل آآ يا مرحب الله عليكم في القطاني أنا أفض صراحة أني أشكركم صراحة كهية الصحة بالبين على المبادرة الطيبة لتبقى دمينها وأشكركم تبقى الأرض وشيء جميل أن المدراء للدوارد الحكومية ينزلون من ميدار ويشوفون الناس يسمعون أراهم وملاحظاتهم ويأخذون الشكاوة صراحة أنا يوم مشفت المبادرة والقنوات التواصل إذا أنتم مؤمنين حتى الناس صراحة شيء جدا يفرح أن المدراء أنا ينزلون ويسمعون لأراهم وملاحظاتهم وهذا الشيء بقى ناجر ما نحن نشوفه أحينا وصراحة يعني شكر كبير كبير هاي الصحة بالبين يعني أنا أتعاملوا إياهم والإسراء الكريمة أتعاملوا إياهم وأبد ما يقضرون إياهم ومجرد أنه كلام نحن نجاولكم فيه صراحة يعني أنا أقول أدام الملأ نحن نشكركم من جميع قلوبنا الله يحفظ نشكر كل الموابطين من أكبر موابطين للأكبر موابط نشكركم الشكر الجزيلة ونشكركم تب الأخط أن تفتح عقوابنا يعني مبتعي تفتح عقوابنا يوم نحن نيلك في كل وقت الله يحفظ الله يبارك فيك الله يحفظك إن شاء الله هذا واجب طال عمرك وهذه خدمة عامة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نهايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأننا أجب أن تكون أبواب المسؤولين والمدراء وغيرهم من كل العاملين الأبواب مفتوحة وهذه خدمة عامة الإنسان يتشغب فيها لخدمة مجتمعه وخدمة أهله وعليه أن يجب أن يكون قريب منهم وقريب من الناس ومن المجتمع وراء الشيء نحن أملنا فيكم كبير يا مخايز بين الثباني ونأمل إن شاء الله أننا نتطور الأوضل والأوضل وياكم إن شاء الله 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 مشكورت مشكورت شكراً 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 الله أكبر ذات جودة عالية وذات مستوى جيد